اعلنت السلطات الصحية في الكونغو ان تسعة اشخاص لقوا حتفهم متأثرين باصاباتهم بمرض جدر القرود في الفين واثنين وعشرين بينما سجلت نيجيريا اول حالة وفات بسبب المرض هذا العام مع استمرار عشرين دولة على الاقل في مواجهة حالة تفشي مفاجئة لم تشهدها منذ سنوات وقال رئيس قسم الصحة في سان كورو في الكونغو انه تم تأكيد 465 حالة اصابة بالمرض في البلاد ما يجعلها واحدة من اكثر المناطق تضررا في غرب ووسط افريقيا حيث يتفشى المرض